بعد ما كانت محطتنا الاولى عن الرياضة والنشاط طلق محطتنا صحية وبتهم كتار عن علم تداوي نادر جدا لكتير من الناس بيعرفوا عن النحل انتاج العسل وفوائده العديدة اللي ما بيعرفوا معظم الناس انه تداوي بسم النحل او لسعة النحل حيث يشيع اليوم تداوي بلسعة النحل كتير من الامراض والواقع ان استعمال سم النحل بالعلاجات الطبية بيعود للعصور القديمة زينب وذكر في كتب صينية تعود الى ما يزيد على الفي عام وكتب عنه ابو الطب ابو كرات واكيد الطباء من الاغريق ويقال ان قدامى المصريين يعالجون الامراض بالنحل لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع وعن كيفية العلاج والمداوات واهم الامراض يلي بعالجها لسعة النحل خلينا نستقبل معنا بالستوديو خبير الخبير بالمعالجة بالسعة النحل الاستاذ حسان العطوي صباح الخير صباح الخير اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك استاذ حسان يعني عم نحكي عن شي جديد يعني حتى انا وليا تحت الهوى اتفاجأنا العلاج بلسع النحل او ثم النحل خلينا نحكي اكتر كيف فتت المجال وكيف اكتشفته بداية بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نذكر اي من القرآن ويخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس كان بالاول التفسير انه الناس تعتقد انواع العسل فالنحل الو اكتر من بطن بطن يخرج منه العسل وبطن يخرج منه دواء اها لسعة النحلة ابرت النحلة اللي بتغزي بجسم الانسان برأسه في كيس حجمه 0.03 من الميلي بقلبه ادوية الله خالقه ما في تدخل للبشر بهذا الموضوع عبارة عن 18 نوع دواء تسعة حمضي تسعة اميني وخمسة وخمسين انزيم وفيه كورتزول طبيعي فيه مسكن اخوى المسكينات القوية المصنعة بعشر مرات وفيه بعض الانواع علميا ما تسميتها لم تسمى بعد عبتعالج كتير امراض بمئات الامراض اللي سعب النحل انا عملت دورات بالصين وشفت بالصين يعني عبيعالجوا بشيء مزهل مزهل جدا من امراض العدمية للامراض العصبية حتى الامراض الالتهابية نذكر بعض الشغلات اذا حبيته اللي انا على اجتماح نذكر كل شيء لأن الموضوع تير كبير وواسع يعني موضيع مشاكل الانجاب توفقنا انو علجنا ناس كان ما عم بيقولوه انو الانجاب عندن ما بيتم الحمدلله خلال شهرين بعد التحليل صارت النسبة عندن سبعين بالمئة نسبة الانجاب قائمة هاي اشخاص يعني تماما مشاكل خشونة الركب اه في ناس موصلة لمرحلة بخشونة الركب يا اما بدون نعملوا جراحة او انو الموضوع مشاكل روماتيزم الروماتايد مشاكل الام التهابات الاذن هاي نتائج سريعة ثم كل الشغلات الحمدلله تسرت بشفاءة كان تقريبا 17 حالة صرع 15 حالة تقريبا شفوا تماما تركوا الدواء حدا نحن مو بفضلنا الدواء الله خالقوا بالنحلة نحن بس بنقاط خريطة بالجسم نعطي بنقاط معينة للباطنية الفيروسات فيروس كابي دي سي اما بيتحجم اما بيشفاء تماما امراض الكولون هاي عن تجربة عم تحكي هدول اللي علشتن انا هدول انا علشتن امراض الربو امراض الحساسية المزمنة تماما الناس هدول الاشخاص تركوا الدواء والروماتيزم والبرد والقريب اللي هلا عم العاني من دواء والروماتايد مشاكل الكلا مشاكل مجاري البولية طبعا الشفاء مكتوب من الله نحن يعني ما نقول انه كل واحد اخذ نحلة يشفى الشفاء اذن من الله نحن وسيلة انا بتمنى انه كان كنت حابب يعني ايجي على سوريا انا بتنقل بعدة بلاد لانه عندنا بسوريا المعلومة شوي ناق يعني مانا موجودة عند الناس انا بجيدي مراسلات معظم الدول العربية بتمنى اكتر انه بمصر في مركز دولي راعيته مركز حكومي منطقة اسمه العريشة للأسف ما صح يروح عليه لهلا يعني الانسان بدي اخد خبرات من عدة اماكن مهتمة فيه الدولة عبيعالجوا فيه لمرحلة الايدز انا ما علجت هذا الموضوع بس قراءات واتصالات المعنع بيعاجوا هاي المراحل نا عنا كمان الغداد جدا 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 عتستفيد غد الدراقية غد النخامية عفي استجابات جدا جيدة الحمد لله من الدول موجود بالنحلة نا خلينا نحكي بالتفاصيل اكتر هلا بيطلب بالمعالجة عن طريق لسعة النحلة تكون النحلة مترباية ببيئة خاصة ويمكن خلينا نحكي عن تفاصيل يمكن وضعها لتلسع بالجسم خلينا نحكي بهي التفاصيل تمام النحل نحن نستخدم النحل العاملات اللي بيصنعوا العسل نا تنمسك بطريقة معينة يعني نحن يوم نمسكها بالمضاءات بطريقة معينة نضغط عليها ما خليها تقرص نجبرها بنقطة معينة لكل مرض كل العضو بالجسم له نقاط معينة بالجسم خلينا نقول شبيه موضوع الخريطة الإبر الصينية أو شي بس النحلة فيها دواء عبي جيب نتائج أفضل كتير كتير طب إذا معالجت العصاب خلينا ندل شي على إيدنا مثلا إذا معالجت عصاب اليد ذلنا على إيدك شو هيدنا النقاط اللي اللي بتحددون طيب إذا كانت اليد سببا بالرقبة مننن منبليش من فقرات الرقبة ومنمشي مع العصب على الأكتاف بالرقبة كذا لسعة مولا سعة وحدة لا لا أول نحن ندخل بالبداية لسعة أو لسعتين بعدين نبليش نزيد شان الجسم ما يطعب ما فينا ندخل بكمة كبيرة مباشرة بكون طويلة طويلة الأمد للعلاج؟ اول كورس بنعمله تقريبا خمس جلسات بنخلي المريض يرتاح يومين ثلاثة كورسات كمان. بعدين خمسة ممكن يكتفي. طيب. اذا كان ما اكتفى منزيد اكتر. عم نشوف يمكن كمان يمكن صور عن المدوات بلسعة النحلة. خلينا نحكي شوي يعني كمان يمكن العالم متل ما قلت ما كتير عندها ثقافة النحلة. يمكن البنات او الصبايا او الصغار اللي ما شفووا نحلة ببعدوا عنا او بيكتوها وهي هلا بنقلها رصينا. هلا بالاحبار رصينا. خلينا نحكي داي عنا مناحل بسوريا. نحن عنا بيئة حاضنة للنحل كمان. عنا مناحل كتير. ليش ما بيتم فعلا فكرة يمكن تتبناها اي اي شركة مهتمة او وزارة الصحة للمدوات بالنحل. والله انا بتمنى الدولة الوحيدة اللي عندها ترخيص بزارة الصحة بالعالم هي الصين. عام الفين واربطعش. باقي الدول عب يستخدموا هاد الالم سواء الدول العربية او الاوروبية عن طريق معاجل متلنا. بس بالصين بكلية الطب يعني في بعد الطب اقتصاص بموضوع النحل. نحن بيئتنا بيئة بلدنا. يعني فيها مناحل كتير. كتير بيئة ممتازة. تماما. يعني عنا تنوع من الساحل بيكون بالشتة دافية للمناطق الباردة بيحصل ينقلوا المناحل. واذا بيصير رعاية من وزارة الصحة من اي جهة حكومية لهذا الموضوع. يعني بالذات الناس اللي ما عندها. قدرة على المعالجة. اه متل تصلب الواحي بيحتاج ادوية غالية الثمن جدا جدا جدا. تصلب الواحي صحيح. هذا بيساعد الناس الموضوع تكاليف عالية جدا كتير ممكن انه التكاليف تكون عنده بسيطة جدا ويتعالج. هي تكاليف اقل من الجراحة والمداوات طويلة الاماد. نعم. اقل يعني فيهم كل الناس يضعوا بالنحل. انا بتمنى انه الناس يعني نحن ما رح انماني طبيب ما رح ندخل موضوع طبي ودخل على مجال. لا لا بس من كل الفئات والشرائح فيهم يحصلوا على هذا الدواء. كل الشرائح. بس دون خبير لا. اكيد. طيب ما تم اكتشاف نوع من الدواء يمكن. اه بيداقوا بيعني هو هو بكونوا تداول بايدين الكل من من النحلة. في ادوية هيك. اكيد في بعض الادوية موجود بالذات المراهم للمفاصل. هي من سم النحل موجود. طيب خلينا نحكي. يمكن عند اللسع في امور بتعطية للمريض او اللي جايلة عندك حتى يتبعه بعد اللسع. في امور لازم يبتعد عنها يبتع مثلا اذا اللسع بالنحلة او الدواء باللسع بالنحل. نحن اكتر شغلة اول نعمل نقطة اختبار نشوف مدى الحساسية. تقول لك انه في ناس بتتحسز جدا ايضا. نعم الحساسية نقصت فيه مو حساسية الجلب. مكان النحلة رح يصير شوي احمر. حساسية الديق النفس. مشان يعني ازا ما كان ندخله بطريقة مختلفة فينا نعالجه. لو كان عنده بس طريقة بده تكون جدا بطيئة. الشغلة المتبعة نستخدم التلج اما قبل او بعد لانه بيعطي بخفف الالم وبيعطي تخدير وبيخفف الانتفاخ والاحمرار مكان اللسع. يفضل اللي بده يتعالج يفضل جدا ان يكون منقطع عن اكل اللحوم. اه ليش? اكل اللحوم ما لسه بزيد من حساسيتي جلس. اذا عنده. ازا كان نقطع مثلا اربع خمس ايام. قبل ما ينقطع بس خلينا نوضح قبل ما ينقطع. يعني فترة ايام بسيطة ايام ايام ما يكن لحما حصل احسن يفضل. نعم. نعم. خلينا نحكي اكتر عن هاي التجربة يمكن ذكرت انه بتعالج اكتر من اربعمائة مرض. يعني هاي حسب الدراسات وحسب النتائج يلي شفتها بعينك. مراكز الابحاث. المراكز الابحاث اللي الطبية اللي عملت دراسات على هذا الموضوع. اي تقاريرهم يلي. نعم. شو هي اشهر الامراض يلي بيتم معالجها بلسعة النحلة بالصين. في مراكز بالصين يعني عندهم كتير حب للطب. المو الدول كيميائي. بيحبوا جدا يعني ازا ناس عندهم التهاب. باللواز. بيجو بياخدو نحل. بيحبوا جدا طب طبيعي. اللي ما فيه مواد كيميائية. هنم طبيعية بلدهم حتى طب الدواء عندهم مختلف شوية عن باقي دول العالمين. نتير بيعتمدوا عن نبات. اي ممكن انه ممتلنا فورا حبة التهاب. انه انه. نحن بومبون ناخد. خلينا نحكي شوي كمان كيفينا نقلل من التأثيرات الجانبية لا لسا النحل عند التداوي. يعني. يعني من فضل الله الاسر السلبي لأرصة النحلة على الانسان صفر. اثر سلبي ما فيه نهائيا إلا ازا كان بيتحسس فقط. كم عدد اللي الساعات المسموح فيها بالجلسة الوحدة. بعد ما ندخل بعد الجلسات ممكن الكيلو من جسم الانسان عشر نحلات ما بيت. عشر نحلات. ما بنوصل نحن الى هلكم كله ناطي بجلسة وحدة يعني للشخص. نعم. طيب يمكن الجسم السيدة غير جسم الرجل. هون بتختلف عدد اللسعات أو بتختلف يمكن الحالة الصحية اللي عند السيدة أو عند الرجل يعني في حالات استثنائية هون تستدعي انه التوقف عن لسع النحل. لا ما في ما في نهائيا إلا موضوع إذا صاحبه حساسية. بس حساسية يعني نرجع من اكد انه ما في ما في اي شيطاني غير الحساسية. شبيهة عند الرجل والمرأة تقريبا. شبيهة جدا جدا. من بعد من عدا مسلا نقطة البروستات غير متواجدة عند الانسة. عند الرجل هاي النقطة موجودة. ثلاث اربع نقطات موجودين عند الرجل غير موجودين عند الاسة. باقي الجسم كله متشابه. طب قلت لنا انه 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 انت كل فترة بتجي على السوريا مشان تنشر يمكن هاي الثقافة طب البديل أو متل ما قلنا خلينا نقول تداوي بلسع النحل. آآ كيف يون يتواصلوا معك المشاهدين كيف يون يعرفوا مسلا آآ اماكن آآ وجودك يتواصلوا معك اذا في امراض معينة آآ ممكن آآ عندك شي على مواقع التواصل آآ انا عندي آآ على البرناقق الجوجل باسم حسان العطوي مربوطة صفحة الفيس بالعربي الاسم يلي بالعربي حسان. لشان يتواصلوا. اي حدا بي سأل سؤال ما في في رقم هاتف بتواصل عليه واتس لانه يوم بتنقل بيكون شغال واتس بجاوب على اي سؤال. آآ حلو طيب اذا حدا حابب يمكن يتعلم منك الوخز او يمكن اكيد تعرضت بانه مثلا حدا انه انا بحب بحب بمو بالوخز بلسع النحل اتعلم منك هاي المهنة آآ شو هي الخطوط الاولى يلي بتعلمونياها وقديش عندك الادراء انك انت تعطي يمكن ناس جدا تحابين يتعلموا هاي المهنة لا تنشرق بشكل أوسع وخاصة بسوريا. آآ والله يعني ما فكرت موضوع انا ولا حدا اجل لك ما فكرت موضوع التعليم بلا في ناس يعني ما حكوا بشكل مباشر حاولوا يتفرجوا كيف عبامة انه مشان نصيروا طب بس بدي بعض خطوات يكون فيها الخط الامان شامين اذا الشخص آآ كيف يدخل بالتدريج هاي اهم الشغلات انت اتعلم ببصي. اذا ارد ما لها الموضوع ممكن نعلم الناس ما عندنا مشكلة. طب شو هي اهم النقاط والملاحظات يلي يمكن بتعطيها لللي عم يوخز بلا ساعة النحلة ويقول المتلقي مثلا انه ما تتحرك مع كذا. آآ اهم شغلة في بعض النقاط يبدو يكون الشخص متمدد. آآ ما يكون يكون موائب بوضعية صح لانه اذا كان الاستقامة الجسم مصح ناخد النقطة بس الجسم تلاقي النقطة راحت بغير مكان. ما اجت بالموضع اللي هو. صح. آآ اللي بدنا يعني وفي يفضل يكون متسطح على السرير. آآ ونعطي نحن النقاط ما ما نفضل مثلا لا وحر الوضع واقف ولا وضع انه جالس. آآ نعدى الركبة ما في بالنسبة للركب على الجالس بيكون بس بإلى زاوية معينة. عشان نحن نلمس في ملمس يعني لازم نلمس نعرف النقطة وين بال بالاصبع. يعني انت درست او تعلمت هذا آآ العلم بقصين متل ما قلت آآ لحتى فعلا تعرف خريطة الجسم النقاط المعينة. المفروض لسعة النحلة آآ تصيبها. خلينا نحكي عن فوائد آآ طبعا متل ما قلنا آآ العسل آآ او اللسع بالنحل على الامراض ايضا. وشو اكتر امراض آآ ممكن تستفاد منها بسرعة. آآ لا بيكون استجابة سريعة مباشرة يعني خلال اسبوع. نحن طبعا ما منعرض المريض يوميا. خاصة عم تحكي عن امراض يمكن يومية عند اغلب العالم موجودة. يعني خلينا نحكي عن امراض شائعة كتير. الديسك. الديسك حتى. وخشونة الركب. يعني خلال خلينا نقول عشر ايام بحس حالو اختلف تماما صار يحرك بطريقة غير الوضع اللي كان فيه هو ومرتاح. بس ننستخدم بعد شوي بالعلاج هو لدرجة الحالي المرضي الوفيه. نعم يعني انت بتعتمد مثلا خلينا نحكي على الديسك قبل ما نختم. اذا حدا مع الديسك بيعمل صورة وحسب الصورة يمكن انت بتفصل لوين الديسك وبأي فقرة واي فقرات يمكن اكتر ولا ولا بيتم اللسع بالعصاب. خلينا بس. لا انا ماني طبيب اعتمد على تشخيص الطبيب اللي بالشخصة بيجي عندي بسألوا شو شخصك الطبيب بيقلي بالفقرة الفلانية انا ببلش العلاج. اه اوكي. يعني انت ما عم تتجاوز حدا خلص. حسب الطبيب المختص عم تعالج عم تساعد العالم للعلاج بشكل طبيعي. يعني الديسك باسبوع ممكن يروح. هذا اهم سؤال. بيخف. حاول دقيقة في ناس مرتدئ عندهم. غير اللي صلوا بالمشكلة عشر سنوات بده عدد ايام اطول. عدد الجلسات اكتر. وان شاء الله نحن نسأل الله تعالى يقزن بالشفاء للناس. يعني شفاء من الله. نعم اكيد. مو من البشر. اكيد. وفي الكلمة الاخيرة انه النحلة يومع تقرس فيها الدواء. ما بتوجه ما حدا بيقلك انه بيتقلم شوي او هاي. اكتر شغلة انه انا بكسر حديث الخوف عند الشخص فيه وهم كتير كبير بنفوسنا انه يوم ناخد النحلة انه كتير هي بتعمل ممكن نتموت. ما ما فيها الدرجة. خاصة قلنا ليا كمان الى فوائد النحلة بالتجميل فيها مادة الكولاجين اللي كمان بتجدد الكولاجين. بتغيد احياء الكولاجين. يلي انفقدت بالجسم. هلا النحلة اللي لازم لكل العالم تشير ديروا بالون علي. ما حد يهرب للنحلة. انا بنصح كل العالم ما حد يهرب. وازا خلطوا العلاج مع مع العسل. انا ماني خبير بالعسل. كل واحد يلقيت نحلات اللي بشوفها ويجيبه معه. ويستخدم مع الاسع النحل ممكن نستخدم العسل فيه شفاء كمان. ممكن يكون الموضوع افضل بكتير. نعم. اكيد نحنا كتير بدنا نتشكرك. شكرا اكيد. يمكن ما بعف اذا فينا نقول لكل الناس اللي حابين كمان عندهم امراض مزمينة. وتكاليفة كتير غالية. يمكن اللسع بالنحل صار موجود بسوريا وبشخص مختص من الصين. بحقق علاج ان شاء الله يكون وان شاء الله نقدر نقول تقريبا. شاء الله كمان المشاهدين اللي حابين تواصلوا معك تواصلوا معك على صفحتك على مواقع التواصل اجتماعي لفيسبوك. وان شاء الله يعني يكون هذا العلاج فعلا شائع بسوريا ويكون ملمس ايضا نيش في الامرات. شكرا لوجودك معنا على المعلومات. باختصار عنا مرجاز. انه بس يقرؤوا شوي عن الموضوع. تمام. مع صفحتي بشكل عام. يتسقفوا قبل ما يفوتوا نعم دو. اكيد. شكرا لوجودك معنا. شكرا للك. شكرا للك.